اليوم تعليل واللي نحكيه فيه على أبرز المستجدات الرياضية على الصحة الوطنية الإفريقية والعالمية في مختلف الاختصاصات في البداية مشكورين زملائنا أحمد المخلوفي في الأخراج اللي تقني محمد سيف الدين بولعريس في الأخراج الرقمي أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية سيدة رابلسي مقدام الميكرو ويرفقني كالعادة محللنا الفني سي شكري بالأكحل مساء النور ومرحبا سي شكري مساء النور سيد مرحبا مرحبا بكل مستمعي ومستمعات راديو حي تفهم دونك باش نحكيه وخاصة على نتائج مواجهات الجولة الرعب على أيام من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكورة القدم أهم النتائج الاستنتاجات ووضعية الفرق في علاقة بالمنعرج الأخير من المرحلة الأولى من البطولة السراعة من أجل البقاء في المرحلة الأولى والتآهل لخوض مقابلات البراج أو عفوا لخوض مقابلات تفادي النزول واللعب من أجل التتويج بالنسبة للمرحلة الثانية من البطولة باش نرجع بأكثر تفاصيل لنتائج مقابلات اليوم اللي تلعبت لحساب الجولة الرعب على أيام من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكورة القدم لكن هاتنا بداو بخبار اليوم في الحقيقة يسر التونسيين وخاصة الرياضيين وين تم الاختيار على المدرب التونسي فتحي إجبال لاختياره ضمن قائمة أكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم العربي الخبار ذايا كانت عن تعليه وكيلة ويكي ميديا للتدريب والإنتاج الأعلامي بالتعاون مع اتحاد المنتجين العرب التابع لجماعة الدول العربية ملتقى في القاهرة يوم 27 و28 جانفي وين تم خلاله اختيار أكثر من مئة شخصية تأثيرا في المجتمع العربي في مختلف المجالات لسنة 2022 وضمت قائمة أكثر مئة شخصية تأثيرا المدرب التونسي فتحي إجبال نذكر أنه المدرب هذا عمره 59 سنة وسبق له تدريب عديد الفرق على غرار النادي الاسفيقسي نادي الفتحة السعودي المغرب الفاسي الكويت الكويتي ونادي أهلي ترابلس الليبي في الحقيقة مسيرة محترمة ومحترمة جدا لفني تونسي اختار المهجر وينما حط سيشكري بلاك على فتحي إجبال اللي قدم الإضافة وكان أفضل سفير للمدربين التونسا وفي الحقيقة مش كفتحي إجبال فقط هو صورة للمدرب التونسي وينما يلقى الظروف متاع النجاح فإنه يبدع ويأكد أنه الفني التونسي مرة أخرى في كورة القدم قادر أنه يوصل حتى للمستوى العالمي أكيد المدربة اللي يوصل ليهز معناها بطولة الدوري السعودي يعني مش من الصدفة ومش من الفراغ يعني وقت اللي يتهز معناها مع فريق مغمور نادي الفتح السعودي ما عندوش تقاليد كبيرة ما عندوش تقاليد كبيرة وفريق كان معناها من الرابطة الثالثة في السعودية كما نقوله كان فريق مغمور أشرف عليه في المدرب فتحها في الجبال ويأخوا معناها بطولة الدوري السعودي الدوري الممتاز السعودي وسط دي جران ميسيو ومعناها au niveau معناها يعني سامي كبار برشا وقته تلقى غيرتس تلقى معناها أسامي مدرب الريقويف ومدرب اليتاويرين المنتقب البرتغالي كانوا يشرفوا على الفرق السعودية وقته فتح جبال كان الأول وفاز بطولة السعودية ثم تحول للليبيا تحول للمغرب تحول للكويت الإمارات تجربوا كل متعدة وفتح جبال حتى معناها يعني كعندي بيه علاقة معناها في السعودية وقته تلقينا إكس فوا معناها مدرب متربي متخلق متواضع تقريب كريرو كان ملقى عمله خارج توراب التونس ما أخذاش فرصته في تونس للأسف نحن نقوله ما أخذاش فرصته في تونس حتى كي يجيال في النادي السفاقسي حب ما أعمل تجربة وقته يبدأ يعاود يهيكل في فريق النادي السفاقسي وفت له يعني الأطراف اللي ما يساعدهش ينجاح المدرب التونسي وغادر تونس ومشاه ورجع كما عودنا عكي عودنا في خارج تونس وناجح مع الفرقة اللي أشرف عليها كل أكيد جدا إن شاء الله بالتوفيق لفتحي إجبال وكل الإطارات الفنية في الحقيقة خارج تونس عنا معدين بدنيين عنا مدربين عنا مدربين حراس عنا حتى في الأعداد البدني في الجهاز حتى الطبي للفرق السعودية سي شكري حتى معنات القيروانيين عنا تقريبا توا فإلى قنصحة العبارة من المدربين القيروانيين يقودهم قيدوم المدربين اللي تقريبا أكثر من فترة زمانية توا في الدوري السعودي اللي هو الحبيب الرمضان اللي تقريبا من أول المدربين القيروانيين اللي التحقوا بالدوري السعودي وأصبح أخصائي في الصعود للدرجة الممتازة بالنسبة للكورة السعودية وينما كان وخاصة تنسي شكري خليني يقول لك ثم ثقافة جديدة واللينا نقاو تونسيين في دوريات مغمورة يعني على غرار تنزانيا على غرار معناتها أفريقيا السامراء في دوريات نذكره خميس العبيدي في تجربة مع نادي سان بيدرو واشرافه على الإدارة الفنية للفريق هذا والمدربة متاع سان بيدرو معناتها برشا طرق الجاني جيكوراك جاني هوا وهيث مع عبيدي هو الشراف المدير كورا غادي معيها وعودوا هيكلوا فريق سان بيدرو من فريق مغمور أصبح فريق يشارك في كأس الأبطال الأفريقية وكأس كوفيدريلية الأفريقية تقاف تسويق اللاعبين تكوين اللاعبين عفوا هذا تكوين اللاعبين وتسويقهم ثم أنه كدي تشوف مثلا الكورا المغربية تقاف أكبر زوز فريق المغربية يشرب على لعب ودربين توينسا مهدي النفتي ومنظر الكبير واحد على الويداد واحد على الرجاء ثم نشوفه حتى في دور الجزائري هاي صحيح تلقى فوز بنزرتي وتلقى معناها نبيل كوكي يشرف على أكبر فريق الجزائرية أكيد هذا يكله من الشي هذا يكله هو اعتراف ضمني بكفاءة المدربين التوينسا شهاب الليلي شهاب الليلي أكيد معناها تشوف حتى في ليبيا طوى قاعدة تاخد في خطوة كبيرة تستقطب في المدربين التوينسا في رقلة كبيرة الليبية حتى الريتم ونسق بتاع الكورة الليبية قاعد يتطور من عام الأخر حتى في انتدابات اللاعبين الليبيا قاعدت معناها ولد تجيب في اللاعبين اللي عندهم المستويات كبيرة برشا ونحن نتظروا من دوري الليبي مشيت معناها مشيت زالي مشيت تطور شي والي دوري ممتاز معناها على غيرار البلدان شمال أفريقيا الجزائر والمغرب والتونس أنا نقول لك معناها الكورة الليبية سلط حق برقب البلدان شمال أفريقيا خاصة ومع اعتمادها على كفاءات التونسيئ الكبيرة برشا والمتميزة وحتى من الانتدابات المدربين من خارج معناها الأجنى أجانب يعني تجيب في دي جروميسيو معناها في الكورة الليبية أسماء كبرى أكيد وللأسف معناها الأسماء الكبيرة اللي عندها سيت في ميدان التدريب قاعدة تغادر في التراب التونسي وتصير معناها طيورنا المهاجرات تستنفع بها معناها الدول الشقيقة والدول معناها الأخرى ونحن قاعدين نشوفوا في فرقنا تقريب تتعارك وقتين نشوفوا اليوم مثلا مقابلة يعني في دوري ممتاز تونسي في الرابط المحترفة الأولى يعني مباراة الشابة واليوم مرعب التونسي الزوس في رق عزوا بشيقاو إطار فني يقف يعني نهربوا قابلة يعني وذية وذية سابقة سيد رأي غريبة يعني من الملعب التونسي هو قاسم مشترك في الحقيقة كان في مباراة اليوم بعد القطيع بالطارذي مع اسكندر القصري بالنسبة للملعب التونسي وانسحاب المدربة دوزكي المدربة المغربي من تدريب هيلل الشابة خل زوس في رق ذوما يعديوا أسبوع صعب في الأخير يتم التعويل على المدربين المساعدين الموجودين للإشراف لا حتى المدربين مدرب ملعب التونسي هو مساعد المدير الفني وحيد عبد الرزاق في ملعب التونسي ممكن قانونيا يخولوا القانون بشيق وقت على البنك الاحتياط على البنك الاحتياط يعني كأني أعطيني نعدي مقابلتي وقت لهي مقابلة هامة وهمة جدا الملعب التونسي تعاقد مع حمادي الدول هو تعاقد مع حمادي الدول لكن حمادي الدول ما أشرف على حتى حصة تبريد نهارة ثلاثة نهارة ثلاثة ذاك عليش تم إشراف الحصة السامي الحصني اللي هو مساعد مدير الفني في الملعب التونسي نفس الشيء بالنسبة لهيلال الشابة تقريب مدرب شاب محمد العلوي محمد العلوي كاللاعب يعني ما زال قاعد يعمل في التكوين بتاعه باش ياخذش هيدو عن المستوى التدريب اليوم نقوا على البنك الاحتياط بتاع هيلال الشابة هذاش حبيت نقول قلت معناها في بطولة محترفة أولى في تونس يعني في رق تعجز باش تلقى إطار يشرف على المقابلة ما قلناش التدريب التدريب يعني ممكن يسلك في وسط الجمعة هك هزيتنا لصلب الموضوع سي شكري وحديثنا اللي بشيكون على بطولة الرابط المحترفة الأولى اللي كورت القدم متحديدا مقابلات الجولة الرابعة هيت نبدأ ومن انتهيت مباراة هلال الشابة والملعب التونسي كما نعرف مباراة كان احتضنها ملعب حمد العواني بالقيراوان بسبب العقوبة المسلطة على هلال الشابة ثلاثة مقابلات دون حضور الجمهور في ملعب محايد بعد الأحداث اللي رافقت مباراته ضد الترجل اليوم ما كانش فما حتى خيار للهلال سوى الانتصار على الملعب التونسي نعرف هلال الشابة بل مقابلة متعاليوم كان يذيل الترتيب بسبعة نقاط ومنافسه الملعب التونسي في رسيده عشرة نقاط الهلال يحسم المباراة ويخرج بثلاثة نقاط مهمة بهدف عزيز اشتيوي في دقيقة ثلاثين في ملعب حمد العواني بالقيراوان انا كنت تبعت المباراة في الحقيقة يعني مستوى فني محترم للمباراة هذه الملعب التونسي شوت ثاني تقريبا سيطر فيه بالطول وبالعرض وضيع فيه ما لا يقل على ستة او سبعة فرص وكان قادر حتى على الانتصار لكن القاء امامه دفاع منظم القاء امامه حارس اسمه عبد السلام لحلوي عد مباراة كبيرة الملعب التونسي يواصل النزيف وتتعقد الوضعية امتاعه لكن خليني يقولك سي شكر الملعب التونسي يعني نسميه والرصيد البشري الموجود على ذمة المدرب اسمه بصراحة معناتها كينقرنوها بالنتائج الحاصلة حاليا تنيقض كبير برشا نقولك تعطيني الاسمه الموجودة في الملعب التونسي ممكن نمشي المرحلة التتويج بأسهل ما يكون اكيد اربع هزايم متالية يعني تقريب اربع مقابلات الاخيرة بمقفية مقابلة اليوم الملعب التونسي هزايم وهزايم معناها ما يش ما تعودش بيه في الملعب التونسي حتى في العموسم النزول متاعه محملش كتد فيت كنجي نشوفه معناها نوعية اللاعبين ولسامي اللي موجودة في الملعب التونسي نستغربه يعني نستغربه معناها النتائجة السلبية يعني انه عنده مزيج من اللاعبين اصحاب الخبرة واللاعبين المنتدبين اللي عندهم من مكانيات يعني ممكن كنتسمع لسامي تقول ملعبين وحدهم يجيب واتراح وحدهم حتى من غير مدربين لكن العكس هو اللي يحصل للملعب التونسي قال روحوا اليوم في وضعية لا يحصل علىه صعيبة برشا تقريب بعشرة نقاط هو واربعة او ثلاثة في رقة يعني في اسفل الترتيب يمكن الوضعية متاعه كما ينجم يغادر الرابطة المحترفة لأولى كما ينجم بقية المقابلات إذا عرف في استغلهم ليخرج من مأزق خاصة ملعب التونسي تنتظروا في المسبوع القادم مقابلة هامة جدا ضد الملعب التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي وهنا سيد حبيت نقول لك تواتر المقابلات ذهما بتاع حد اربعة سبت يعني مشكلة كبيرة برشا اللي في رقة ديناميك متاع الهزايم يعني ممكن يعني يلقى روحه في جمعتين يلقى روحه سيئة غادر الرابطة المحترفة سيئة اللولة هذك عليش ملعب التونسي الضو الأحمر شعل لابد مراجعة عدة خيارات يمكن نهار ثلاثة يبدأ المدرب حمد يتدوب مع الفريق يمكن يجيب حلول للفريق يمكن يغير وجه الفريق لا يحصد عليها بالنسبة هلال الشابة ملعب القيروان طالع خير عليه إن شاء الله ما يعقبوش فريق الملعب أستاذ حمد العواني بالغلق أو معناها بسس لأنه كان طالع خير بفضلك على هلال الشابة شفناها التدوين هذي اليوم دارت على الفيسبوك كان يكونوا معناها ممكن معاقبة ملعب حمد العواني لأنه هلال الشابة حق فيه الفوز احنا نتمنى الفريق اللي استحق الفوز ويكون أجدر بالفوز هو اللي ياخد ثلاثة نقاط بتاعه فريق هلال الشابة للأمانة معناها قاعد يعمل في معناها مجهود كبير برشا باش يخرج من الوضعية والمأزقة اللي هو فيه مشات معها النتائجة بقية الفرق هلال الشابة اليوم يلقى روح وتقيب في المرة بالثالثة بعشرة نقاط إلى جاب الملعب التونسي يعني وبقية الفرق هذا عليش تقريب ملعب التونسي ونادي البنزرتي يلقى وروحة من كل فرد مرتبة في المرتبة الثالثة بعشرة نقاط كل شيء ما زال ما تلعبش طبعا المقابلات الجاية مقابلات هامة وهمة جدا للزوز في رق كالكو سواء من أجل الذهاب لمرحلة التتويج أو من أجل معناها تفادي النزول أو تفادي اللعب في مجموعة النزول أكيد جدا هذا بالنسبة لمباراة هلال الشاب والملعب التونسي واللي انتهت بفوز الهلال كما كنا نحكي وعزيز الاشتوي هو لسجل هدف الانتصار في دقيقة 30 لهلال الشاب هات نكمل مع بقية النتائج لحساب نفس المجموعة الأولى النجم رياضي الساحلي في مباراة لكلاسيكو سي شكري ينهى الزم اليوم أمام ضيفه في الحقيقة الترجي رياضي التونسي اثنين مقابل ويحث نأيت الترجي حمل التوقيع أنيس البدري في دقيقة 43 وغيث الوهيبي في دقيقة 86 وهدف لتوال الوحيد سجل أصيل الجزيري في دقيقة 79 كيف اشتبعت المباراة هذه وما هو مستوى المقابلة من ناحية الفنية سي شكري مقابلة كانت فنية متوسطة يعني حتى في فترات كانت معناها متواضعة تقريباً تقريباً ترجل تونسي عرف في تعامل مع المنافس بتاعه مع الأجواء متاع المقابلة كانت صعيبة جداً على ترجل تونسي فريق ترجل تونسي في ظرف 17 يوم يفوز مرتين يعني بعد أثناء جامفي ومقابلة بتاع رادس مباراة المؤجلة تقريباً في التاريخ حتى في تاريخ البطولة التونسية ما أول مرة يمكن فريق ترجل تونسي فوز 17 يوم في جولتين على النجم الرادي الساحلي ذهاب وإياب فريق النجم الرادي الساحلي للأمانة اليوم خاصة لنا شوتلول ملقاش حلول على مستوى التنشيط الهجومي يعني تقريب قبل برشا لعب كانت مع فرصة لولانية للنجم الرادي الساحلي تصديلها بن شريفية معناها ببراع ثم أعطاه بزمام الأمور للترجل التونسي اللي سيطر على شوتلول بالطول وبالعرض وخلق برشا فرصة فريق الترجل التونسي حارس مرمى نجم الرادي الساحلي عنده معناها دخل في قبول الهدف الأول وثم يتحمل مسؤولية كاملة في الهدف الثاني نجم الرادي الساحلي إذا كان يحب يعمل معناها عام باهي سنا ويحب يراهن على البطول لا بد من إعادة النظر ومراجعة الاختيارات الفنية على مستوى التنشيط الهجوم على مستوى الهجوم على مستوى اللاعبين اللي يأثوا الهجوم بتاع نجم الرادي الساحلي تقريب تأثير متاع غياب شيخاوي وبوتمان كان واضح وجالي في فريق نجم الرادي الساحلي تقريب بك الكرة الأخيرة ما هي شي قاعدة توصل يعني في عمق دفاع الترجل في التونسي سلسين متاع الملعب يلعب فيهم نجم الرادي الساحلي التنشيط الأخير ملقاش فيه حلول قدام فريق الترجل في التونسي رغم الترجل التونسي معنا دفاعه تكب عدة أخطاء وخاصة ياسين سسم المرياح كم من مرة في عملية الرولانس متاع الهجمات يعني كورة المنافسية كان ثقيل يمكن قام ببعض الأخطاء قام ببعض الأخطاء مقابلة حسب رأي أنا ترجل التونسي ونجم الساحلي ترجل التونسي استحق الفوس فيها قدام النجم الذي الساحلي اللي فيسيطر على فترات مقابلة لكن أجدر والكورة كانت الحقيقة باب الأمانة ترجل التونسي يستحق الفوس في مقابلته اليوم النيدي البنزارتي يكتفي بالتعادل السلبي على أرضية ميدانو في ملعب 15 أكتوبر ببنزارتي ضد النيدي رياضي السفيقسي سفر مقابل سفر تعادل يخلي النيدي السفيقسي في المرتبة الخامسة براسيد أثناش النقطة والنيدي رياضي البنزارتي في المرتبة الرابعة براسيد أثناش النقطة وهنا يظهر لي نتيجة لا يستفيد منها للسيابي وللسي اس اس أكيد نتيجة لا يستفيد منها للسي اس اس للنيدي البنزارتي لكن لا يقضوا محافظين على الفرق الذي يفصلهم على بعضهم لا يشيء مقابلة من 6 نقاط يمكن كنفيس فيها النيدي سفيقس يعمل خطوة كبيرة نحو الترشع للبلايوف ونفس الشيء بالنسبة النيدي البنزارتي يزيد كنفيس في المقابلة يعمل خطوة كبيرة نحو الترشع للبلايوف للتعادل خليهم يزوز في رق قراب لبعضهم يعني يخلى يكبر الرهانات بتاع المقابلات القادمين بالنسبة اللي يزوز في رق أذوما كل الفريق معناها مطالب باستغلال يعني خاصة مقابلات على أرضية ميدانو خاصة النيدي سفيقسي اللي تسمى معناها اكسب نقطة في تنقل الملعب صعب ملعب 15 كتوب البنزارتي نتيجة التعادل كما عاود نقول خليت معناها الريهان بتاع المقابلات القادمة بالنسبة اللي يزوز في رق أذوما يزيد يكبر وإن شاء الله معناها ما يخرجوش عن نتاق الروح الرياضية وتقعد الكرة في حدود الملعب والأجر هو ليفوز وهو ليتعد آخر مباراة دارت اليوم لحساب المجموعة الأولى كانت جمعة اتحاد تطوين في ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطوين واللي حقق بدوره انتصار مهم على حساب أمل حمم سوسة 2 مقابل سفر ثنائية الاتحاد حمل التوقيع مهر بولابيار في دقيقة 68 وأمين عمار في دقيقة 90 زيت 5 مع إذاعة ركلة جزي لاتحاد تطوين من أقديم غيث الصغير اتحاد تطوين اللي يعيش أزمة نتائج في الحقيقة اللي يحسب له اتحاد تطوين جاب تعادل من ملعب 15 أكتوبر بمنزارة وأكد هذيا اليوم بانتصاره على أمل حمم سوسة 2 مقابل سفر وبالمناسبة الانتصار امتاع اليوم يخلي اتحاد تطوين في المرتبة الثالثة بمفرده براسيد 14 نقطة سي شكري نشوف معناها أهمية 3 نقاط حتى تطوين تقريبا كان في المرتبة الأخيرة اي كان في المرتبة الأخيرة كان في المرتبة الأخيرة بمقابلة كيفوز فيها 3 نقاط هزلتوا للمرتبة الثالثة وهبطت حمم سوسة للمرتبة الأخيرة واليوم ما حمم سوسة معنا موجود في دائرة السقوط مواصلين في حديثنا على الرابطة المحترفة الأولى نرفع لحضاراتكم أذين صلاة العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة القيروان ومجاورة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 هي اخو مرتبة ثامنة يعني اليوم حمام سوسة بيت في الرابطة محترفة ثانية وهذه اهمية مقابلة اللي رطيها مع حمام سوسة في الاسبوع اللي يتعدى اه ضد نادي البنزرتي على ارضية ميدان ومش يدفع الضريبة بتاحها غالي وغالي جدا اه حمام سوسة خسرت المقابلة اللي ميزم هاش تقسرها لانه اه مقابلة من فئة ستة نقاط قدم فريق المنافس المباشر يعني على النزول اللي هو اتحاد تطاوين اه هذا اللي يخلى اه الريهان بتاع المقابلة هذية يخلي معناها اتحاد تطاوين ينجز تقريب اربعة مراكز في حين امال حمام سوسة ينزل ثلاثة او اربعة مراكز للمرتبة الاخيرة اه وهذا ما يخلي تقريب الترتيب يقعد وهلال شاب ملعب تونسي وامال حمام سوسة في المرتبة السات سبع عشر نقاط لكن فرق الاهداف مدفوع ومقبولة امال حمام سوسة في مرتبة فهمنا والنادي بنزرتي والنادي سفيقسي والنادي بنزرتي اليوم هو موجود في مجموع التاتويج ب13 نقطة والنادي سفيقسي خارج مجموع التاتويج ب12 نقطة وينتظر ريهان كبيرة النادي سفيقسي خاصة مقابلة مدلعام شلعبة ملاضية ميدانو وبالنسبة للملعب التونسي زادة مقابلة تنتظروا صعبة وصعبة جدا قدم ناجم الريد الساحلي معناها نهار الاربع او الخميس ما نعرضش هادة كيباش الديزينيازيون ولازم من الملعب التونسي ما عادش عنده الحق في حتى عثرة سينو بالنسبة لنا بتونسي بشارقة روحوا في الرابط المحترفة الثانية هذا هو بالنسبة لوضعية كل الفرق في المجموعة الاولى مدام حكينا على المجموعة الاولى وكملنا مع المقابلة امتاحها هاتنذكركم بالترتيب الحالي بالنسبة للمجموعة الاولى في الصدارة النجم الاساحلي براسيد 25 نقطة رغم هزيمة اليوم امام التراجي اللي يقلص الفرق ويصبح على بعد نقطة وحيدة ملي توال في المرتبة الثانية ب24 نقطة في المرتبة الثانية حتى طوين 14 نقطة في المرتبة الخامسة النيدي البنزرتي 13 نقطة في المرتبة الخامسة النيدي الملعب التونسي هيليل الشابة واملحة ممسوسة الثلاثي هذيا في اخر الترتيب بالنسبة للمجموعة الاولى نذكروا انه اربع فرقة الاولى تلعب مرحلة التتويج سحب المرتبة الاخيرة ينزل مباشرة للرابطة المحترفة الثانية من المرحلة الاولى واصحاب المراكز خمسة او ستة او سبعة بشي يلعبوا مجموعة تفادي النزول هذيا نظام بطولة الرابطة المحترفة الاولى بالنسبة للموسم هذا هتنمر للمجموعة الثانية فالحقيقة مشهدتش مفاشئات كبيرة تقريبا نتائج معقولة ومنطقية جدا انتصارة نادي الافريقي على اولمبيك سيدي بوزيد التاثة هداف مقابل سفر فوز الاتحاد المونسيري في بن جنات على مستقبل اسليمان اثنين مقابل سفر اتحاد بن جردان يوقف سلسلة نتائج الاجابية للأولمبي الباجي بعد ما فرض عليه التعادل في ملعب وجمع الكميتي بباجة هدف مقابل هدف وانتصار مهم ومهم جدا لفريق المناجم فريق نجم المتلوي لفايز اليومة على مستقبل الجيش ثلاثة هداف مقابل اثنين هاتنا بداو بمباراة اللعبة اليومة النادي الافريقي في اولمبي رادس واللي حقق انتصار مهم الافريقي اللي يقصو على اولمبي كسي ليبوزيت لتهديف مقابل سفر اهداف حمدي العبيدي تقيقة الخامسة زهير الذوادي من ضرب الجازية في تقيقة ستة وستين وادم قرب بعد انتقادات كبيرة يرجع من جديد للتهديف واختتم رجال اهداف في تقيقة اثمانية وستين بالنسبة للنادي الافريقي وشوفنا تأثر كبير من ادم قرب اللي يوصل حتى له دموع البوكاة بعد ما سجل هدف الثالث وذي كالكورة سي شكر يراه الملاعب يميله ولا انسان يعيش معناتها وقت لي تكثر عليه الانتقادات ويكثر عليه الضغط مهاجم شاب ادم قرب اليوم بعد ما سجل معناتها من غير ما يشعر شوفنا الدموع وشوفنا البكاة وبصراحة معناتها جمهور النادي الافريقي وجماهير الفراق الكبرى حابين اولا كراهنا روما يصبروش على ملاعبية اذا معناتها قدمت الاضافة مرحبا بيك نفس الجماهير هذيك راي وقت اللي ما تعطيش البلوس هي بيدها اللي تولي تنتقد فيك وهي لتوجه لك الشتائب وهي اللي الدور عليك بلغة الكورة شوف هو الفوز مهم ومهم جدا للنادي الافريقي من ناحية كبر معناها الفراق على مستقبل سليمان لنادي الافريقي 17 نقطة مستقبل سليمان 12 نقطة 5 في معنات نقاط امن بهم المركز الرابع متاعه النادي الافريقي في انتظار مقابلته ضد اولمبي الباجي وزيد يقرب الفريق اولمبي الباجي في مقابلة القادمة بالنسبة النادي الافريقي في المقابلة هذي هو الفوز الثاني على التوالي والنادي الافريقي بدون قبول اهداف يعني مقابلة التعداد فاز على مستقبل سليمان هدف لي سفر مقابلش اهداف ويوم الفاز ثلاثة سفر مقابلش اهداف وهذا معناها النقطة ايجابية تحسب يعني للتنشيط دفاعي بتاع النادي الافريقي النقطة الثانية هي رابع هدف للمهاجم حمدي العبيدي يعني هذا ربع هدف تقريب على التوالي بالنسبة الحمدي العبيدي وقعد معناها حافظة عنا سقط متع تزيل الافريقي النقطة الاخرى هي اول هدف للمجرب مع فريق الاكابر وهذاك عليش نحنا شفنا اليوم ادم جرب تأثر تأثر كبير برشا خاصة انه هو معناها كانت معاملين عليه برشا ويعرفوا اللاعب يطلبوا ممكن حتى اكثر من عمره اكثر من طاقته يعني الطموحات صحيح بتاعلم لعب كبيرة برشا لكن يقعد ديما لعب اقل من 20 سنة ومزال المستقبل قدامه واذاك عليش فرح برشا اليوم لأول هدف ليه مع فريق الاكابر وانشاء الله يفتح صفحة جديدة مع احبار النادي الافريقي وانا ما نقول لك ما نستغلبش من احبار النادي الافريقي لا لي شيء لأنهم الناس متعلقة بالفريق المتاحة ويحبوا يروا الفريق المتاحة قبلنا هيا ما ظهر متاعه وفاكرتني البرح في نقطة معناها مقابلة بتاعك دورة في الامارات دور الدبي نادي الافريقي كورت السلة تقريب اول مرة معناها يمكن القناة دبي الرياضية يدخلوا لهالناس تتفرج يعني اعلى نسبة مشاهدة فقط الفترة هذيك وقت نادي الافريقي العب ضد نادي بيروت اللبناني في كورت السلة وفاس في النادي الافريقي دي جاء حتى شكرا وانت تعطي في المعطرية هذه الكل حقك تنسق مع زمين احمد المخلوفي باعتباره واحد من احباء النادي الافريقي كنت يتحكي على الكلوب هو الشيخ بن بكري هكا ويبايل في راسه زينا احمد المخلوفي انت صار مهم جدا للنادي الافريقي على حسابه الامبيكس دي بوزيت اللي بيدور وضعيته تتعقد في اسفل الترتيب كلمة على الامبيكس دي بوزيت يقول لك احنا كنت معمل على مجموعة معينة مش تنزل مقابلة سيدي بوزيت بشي شارك النابين اللي تم انتدابهم لكن اداريين ما وصلوش ما تمش تأهيلهم ما قال لك اللي قبل المقابلة اليوم الصباح قال قبل المقابلة قال لك منعرش تشكيلة لها هي مش نلعبها التشكيلة اللي في مخي معناها طلعت معناها ما هي شي حاضرة اداريين والت معناها التشكيل تم استنجاد بملاعبية اخرين وهذا كان نفع ضريبة متاعه غالي فريق الامبيكس دي بوزيت في مقابلة خذها فيها ثلاثة اهداف يعني وخسر ثلاثة نقاط مهمين في مقابلة مهمة جدا هات نحكيه على مباراة مهمة اخرى كان احتضانا الملعب البلدي بالمتلوي وحقق فيها نجم المتلوي انتصار مهم على حساب مستقبل الجيش ثلاثية المتلوي حملة توقيع اللاعب السابق للشبيبة رياض الفريوي في دقيقة ثامنة وثنائية لباسم الحاجي في دقيقة 14 ودقيقة 27 اهداف الرجيش سجلها كل ماتينجو فالدي في دقيقة 18 وبارلي كابالا هذي الثنائية تقريبا زوز لاعبين اجانا في مستقبل الرجيش هما اللي سجلوا الاهداف امتاع اليوم لكن رغم الثنائية هذية فانه نجم المتلوي يتمكن من الفوز على مستقبل الرجيش نجم المتلوي قاعد يستغل في وجوده على رضية ميدانه كما يلزم وفوز المقابلات اللي يلزم وفوز بها في الأسبوع اللي فات فاز على في مقابلت جكرواز أولمبي اساسمه اتحاد بن جردان يعني استغل وجوده فاز على اتحاد بن جردان في مقابلة هامة وهامة جدا الأسبوع ذا زاد استغل وجوده على رضية ميدانه وفاز على مستقبل الرجيش قال لي كأني به مستقبل الرجيش شرمال منديل يعني على الضوء النتاجي قاعد يعمل فيها طيب في الأسبوع الأخيرة ومقابلة اليوم يعني تقريب بثمانية نقاط في ظل غياب رئيس النادي في ظل غياب رئيس النادي وفي ظل معناها مشاكل على المستويات تسيري للفريق مبرشة ملعبية فسخو على غيرار أحمد الحاضري لنتقل التي حتى طويل مبرشة الناديين قاعدين يخرجوا يا إما يتوجهوا معناها البطول الليبية يا إما قاعدين يغيروا في الفرق وهذا ممكن هذا يعطينا فكرة على المشاكل الكبيرة اللي يعيش فيها مستقبل الرجيش بستة نقاط يعني قدام معناها وبدأت يبعد لكا ستة نقاط مستقبل الرجيش ثمانية نقاط وبعد جيها 12 نقطة يعني زوز في رقم متلوي ومتلوي والسليمان 12 نقطة هذيك عليش قلت كأنه مستقبل الرجيش يمكن هزيمة أخرى يولي يرضى بالمصير المتاع ويكون أول مغادرين للربط المحترف الثاني أكيد جدا مباراة مرعب بن جنات كما كان متوقع انتصار للاتحاد المناسيري ثنائية مقابل سفر هدف يوسفو أمرو في دقيقة 27 وعبد الحكيم أمقران الجزائري ضعف انتجه في دقيقة 90 زيد اثنين انتصار مهم للاتحاد الريدي المناسيري يوصل بي صدارة المجموعة في المقابل مستقبل سليمان يبقى في المرتبة الخامسة برسيد 12 نقطة مع نجم المتلوي تقريب مقابلة زداء قتلك مقابلة الكريهين هم كبير برشا معناها اتحاد المنستيري دعم مركزه في الصدارة وتقريب اليوم ضمنه اتحاد بن جردين التأهل لمجموعة التتويج رسميا يعني وحسابيا ضمن تأهل هو اتحاد بن جردين لمجموعة التتويج اتحاد المنستيري قاعد من خلال مقابلات البطولة الوطنية قاعد يحضر لدخول متاعه لدور المجموعات في كأس كونفيدرية الافريقية نعرف المشاكل على مستوى عدم قبول ملعب متاعه ملعب الجميع غير مؤهل مطرف الكاف تقول لك ملعب يعني قديم يعني متوفرش فيه الكراسي ومعايير الافريقية والدولية لاستضافة المسابقات اتحاد المنستيري استغل مقابلته على ارضية ميدانه وفايز بالمقابلة اللي يجب ان يفوز بها ويعني يؤكد اذا صدارها بتاعه بتاع المجموعة الثانية اخر مباراة ما غيرتش برشة من وجه الترتيب الولمبي البيجي تعادل امام اتحاد بن جردين هدف مقابل هدف ريشار كاسنغاف تتح انتيجة للولمبي في دقيقة 44 ورفيق الكامرجي هدف البطولة عادل انتيجة لاتحاد بن جردين في دقيقة 45 المباراة هذه شهدت زوز ورقات حمراء لكل فريق ورقة حمراء من طرف الولمبي البيجي تم اقصاء كومباسا في دقيقة 38 وبانجا بريسنيل اللاعب السابق للشبيبة تم استبعاده في دقيقة 38 يبدو لي صار خلاف بين زوز ملاعبية باعتبار انه الاقصاء في نفس التوقيت هذيك عليش ربما تم استبعاده زوز هدف مقابل هدف سي شكري بين الولمبي البيجي واتحاد بن جردين الولمبي البيجي بعد ستة سلسلة متاع ستة انتصارات متالية اليوم تاقف السلسلة الوردية هذي قدام فريق التحاد بن جردين اللي يعرف يتنقل خارج ملعبه ويععم في نتائج إيجابية شفنا تقريب فاز في عدة مقابلات خارج ملعب فاز على نادي الافريقي في رادس فاز على تحاد بن جردين فاز على ظهر السليمان حسينه حمل زوز مقابلات خارج ملعب وزوز انتصارات ثم كملت وتعادل قدام فريق اولمبي البيجي المنتجي بسلسلة وردية من انتصارات ستة انتصارات متالية خليت الفرق بيناتهم يقعد نقطة اتحاد بن جردين 22 نقطة واولمبي البيجي 21 نقطة ويحافظ بهذا التحدي بنجردين على المركز الثاني بتاعه ويضمن رسمية التأهل لمجموعة تتويج بسرعة نعطيكم الترتيب في المجموعة الثانية المتصدر لاتحاد المونيسيري 25 نقطة في المرتبة الثانية تحاد بنجردين 22 نقطة المرتبة الثالثة الولمبي البلجي 21 نقطة ثم نلقاو نادي الافريقي في المرتبة الرابعة 17 نقطة في المرتبة الخامسة مستقبل سليمان ونجل متلوي بقى 12 نقطة في المرتبة السابعة ولامبيك سيدي بوزيد 8 نقاط والمرتبة الثامنة والاخيرة موجود فيها مستقبل الجيش براسيد 6 نقاط نختم حستنا بصور جميلة اليوم في الحقيقة في ملعب حمضة العواني أرضية العشب تعمل 66 كيف اليوم ملعب حمضة العواني كان احتضن مباراة هيليل الرياضي بالشابة والملعب التونسي وقت يجبنا نشكره نشكره والهناء أكيد تحية للمشرفين على ملعب حمضة العواني بالقيروان هاو كما قاعدين نشاهدوا أرضية العشب تقريبا ممتازة جدا كيف كيف الترساج ومور التنظيمية الكل كانت عال العال والجامعة حسنا فعلت كيف فكرت على الأقل في ملعب حمضة العواني لاحتضان المباراة هذية وخليني نقولك سي شكري أنه أرضية ملعب حمضة العواني تقريبا من أفضل الملعب المعشبة حاليا في تونس أكيد معناها العناية كبيرة برشا معناها قاعدين يقوموا بها للملعب هذية وعلى رأسهم مدير الملعب سيد طوفيق بن فرج يقوم بمستعمال كبير برشا من السيانة والمحافظة على الأرضية المعشبة وإن شاء الله ما يكونش قبلة لكل النوادي اللي تحب تلعبه حافظه على الملعب خليه الفريقنا يزي لأنه إذا كان يصير عليه الدك طوي شدة ثنيا متاع هادس والمنس أكيد جدا مشكور يعطيك الله صحة محللنا الفني سيشكري باللك على الإضافة الكافية والشافية هكذا نكون وصلنا لختم حسة اليوم من توب سبور مشكورين زملائنا لكل أحمد المخلوفي في الأخراج التقني محمد سيف الدين بولعرس في الأخراج الرقم اليوم يعطيه الصحة سيفهوك لا فيش في جرت لا فيش تبرك الله عليه أنس الهمامي في تنصيق المكالمات الهاتفية سيدة رابلسي من قدام الميكرو قولكم متابعة ترجمة نانسي قنقر